تتواصل في لبنان تفاعلات قضية وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية أصدر قرارا بتوقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في القضية المسؤول القضائي أوضح أن الشاب السوري فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه إذ تعرض للتعذيب أو للتعذيب المبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته مشيرا إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى تعود الحادثة إلى 31 من أوسطس الماضي عندما أوقف جهاز أمن الدولة الشاب بشار عبد السعود ونقله إلى مكتبه في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان للتحقيق معه وموقفين آخرين ليفارق الحياة بعدها بساعات جراء محاولة المشتبه بهم التعذيب بانتزاع اعترافات منه من المتوفى أنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم داعش وفق ما قال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية ما هي الأسباب وراء وفاة هذا الشاب السوري في مركز توقيف في لبنان ما هي التعذيب حالة شاذة أمنهج لدى أجهزة الأمن اللبنانية وما هو دور المؤسسات الحكومية والحقوقية في منع تكرار التعذيب المزيد ينضم إلينا من بيروت كل من زكريا حمودان مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والأحصار ووديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان مرحبا منكما شكرا جزيلا لتلبية الدعوة والانضمام إلينا أستاذ وديع على عدد هذه الحالات ملحوظ كبير يصل إلى مستوى ظاهرة في لبنان ومراكز الأمن اللبنانية للأسف قضية التعذيب في لبنان قضية قديمة يعني الأجهزة الأمنية اللبنانية ومنذ عشرات السنين تمارس تعذيب شبه ممنهج يتعرض له أي شخص يتم توقيفه والأجهزة الأمنية بحاجة إلى اعترافات أو بحاجة إلى شهادة من هذا الشخص وهذا التعذيب لا يمكن إلقاء اللوم فقط على الأجهزة الأمنية في هذه القضية إنما هناك مسؤولية كبيرة تقع على القضاء اللبناني الذي للأسف بدل أن يعاقب المتهمين بالتعذيب يعمد القضاء اللبناني لإستخدام نتيجة هذا التعذيب والاعترافات التي تأتي خلاصة هذا التعذيب في المحاكمات وفي الملاحقات التي تتبع هذا التعذيب وللأسف نحاول كجمعيات حقوقية منذ عشرات السنين أن نصل إلى نتيجة مع القضاء اللبناني بوقف استخدام قبول الاعتراف كسيد الأدلة بوقف قبول أي اعتراف غير مدعم بأدلة حسية لم يتم الحصول عليها من خلال التعذيب نجحنا مع بعض النواب منذ بدء السنوات على إكرار قانون 65 لتجريم التعذيب في لبنان ولكن حتى اليوم لا يتم استخدام هذا القانون بالطريقة الصحيحة لمنع التعذيب خلال فترات التحقيق هل كان هناك حالات جرمة؟ للأسف هناك قليل من الحالات أحد الحالات التي لا تزال في المحاكمة هي حالة الشاب من آل الضيقة تم توفي بعد تعرضه للتعذيب ورفع والده محامي دعوة تعذيب حسب القانون وللأسف حتى الآن لم تبت الدعوة نهائيا لذلك من المهم التأكيد أن الإشكالية الأساسية فيما يخص التعذيب هي إشكالية مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والقضاء الذي يجب أن يعتمد أن يكون صارما أكثر في مواجهة عمليات التعذيب التي يتعرض لها الموقفون بغض النظر عن جلسيتهم وبغض النظر عن التهمة التي يتهمون بها وأكيد بعض أن تقع الواقع والكارثة كما حصل مع الشاب بشرار يتم تظهر دائما روايات قريبة من بعضها إما الاتهام بالتطرف الديني داعش أو غيرهم أو الاتهام بالعمالة لإسرائيل أو الاتهام بتجارة هناك دائما اتهامات جاهزة هناك قائمة تكرر وثابتة سأسأل بعد قليل عن قضية الجنسيات لأنك لربما وضعتها الآن في الحديث هل لأنه السوري أثير الموضوع بشكل مختلف لأن الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في لبنان هذا أثار ضجة كبيرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية أرحب بك أستاذ زكريا أطلنا عليك سامحني أين هو مكمن الخلل هل تتفق مع ما قاله أستاذ وديع أم أن أستاذ وديع يضخم الصورة يكبرها هذا لا يرقى لأن يحصل أو يصل إلى ظاهرة في لبنان ولا يمكن أحصائه مساء الخير وتحيتي لك وضيفك لجميع المشاهدين بداية أنا أود أن أوضح بعض النقاط الملتبثة بالشرح الذي كل أولا أنا أؤكد بأنني أنا وكل إنسان عاكل هو مع القانون الذي أكر في العام 2016 والذي يجرم أي شكل من أشكال التعذيب سواء من أجل أخذ اعترافات أو أخذ أمور أخرى أو حتى يعني أي تعذيب خارج إطار الاعترافات مع العلم بأنه يعني أنا لا أريد أن أبالغ بالأمر أود أن أضح بعض النقاط المتهم أو عفوا الشخص الذي قضى حصل التحقيق معه في بيروت وليس في بنت جبال وهناك ستظهر لاحقا وسيتم تسليما للقضاء هناك تحقيق شفاف وعادل حصل معه في بيروت وهو تم توقيفه على أثر حيازته على عملي وترويج عملي مزيفة أنا عم بحكيك رواية مفصلة وضقيقة بس لو يمكن أن نسرعها قليلا نعم ولكن لكي تكون واضحة للرأي العام وبعد التوقيف والتحقيق معه في بيروت تبين أنه حصلت توقيفات أخرى في بنت جبال وهذه التوقيفات على أثر تم نقل الشخص هذا إلى بنت جبال وأنه ما حصل معه خارج إطار التحقيقات لأن التحقيقات كانت اكتملت وانتهت وتحولت من موضوع يتعلق بترويج الأموال بناء للتحقيقات التي حصلت كيف نفهم أنه خارج جدار التحقيقات من الواضح أن لديك تفاصيل زكريا أنا أسمع إليك صراحة يبدو أنك واثق مما تقول يعني عندما حصل معه وهو في حماية وقفضة وفي إطار التوقيف ما حصل حادث أنا لا أدفع عن أحد ما حصل هو حادث لا يجب ربطه بموضوع التحقيقات ستظهر الأدلة وخاصة بأن الملف انتقل إلى مفوض الحكومة وهذا يعني واضح جدا بأن عملية تقل الملف بهذه الشفافية حادث عنصري حصل معه حادث أنا لا يمكن أن أتبنى أو أن أصبك التحقيقات ولكن أنا أؤكد لك بأنه لا يجب ربط القضية بموضوع التحقيقات وأخذ اعترافات لأن التحقيق حصل في بيروت أنا أموضح للرأي العام وتم نقل لاحقا عندما تم توقيف أشخاص مرتبطين بالقضية وتحولت القضية من قضية من خلال التحقيق الذي هو التحقيق مهني حول استطاع أن يأخذ يعني المشكلة بأنه المشكلة هي فقط يا أستاذ زكريا سامحني أنا أتفاعل معك المشكلة هي ربط قضية يعني وفاة الشاب وتعرضه للضرب بشكل أو بآخر بقضية التحقيقات ونزل اعترافات هل هذه هي المشكلة؟ أما وفاة الشاب وهو في قبضة الأمن هي ليست مشكلة؟ طبعا هي ليست مشكلة وفاة هو بقبضة الأمن هذا يحاسب يحاسب الشخص الذي كان بهذا الأمر بحسب القانون ولكن أنا أؤكد لك التحقيق معهم حصل في بيروت وليس في بنت جبال وعندما تحولت القضية بعد الاعترافات اللي قدمه وأنا أعتقد يعني أنا أعتقد بأنه التحقيق سيظهر لاحقا ويمكن يكون مصور أو التحقيق يعني في أدلة دقيقة بأنه خرج من بيروت إلى بنت جبال ضمن التحقيقات والاعترافات اللي قدمه بأنه لم يمس هذا الشخص وبالتالي الأمر ليس مرتبط بتحقيق هو مرتبط بحادث حصل معه في بنت جبال مع عناصر ضباط وما إلى ذلك هذا سيثبت التحقيق الذي سيكون بمفوض الحكومة بس اسمح لي وضح نقطة يعني لكي لا يتأخذ الأمور بالإطار السياسي تم يعني أشافه فيه لدى أمن الدولي بأنه وضعت التحقيق لدى فريق يعني لدى فريق أمني بعيد عن الجو العام السياسي اللي هو لدى أمن الدولي لأنه فيه هجمة سياسية كبيرة ومستنكرة اليوم على أي جهاز من أجهزة الدولة بظل الوضع اللي عم يعيش في لبنان أنا قدمت لك معلومات مؤكدة طيب يعني مع كل الاحترام طبعا أنا أخذ منك الكلام سأنقله للضيف الآخر ولكن يعني أنا لدي جدال بطريقة يعني أو بطريقة الطرح بأن الدفاع هو ليس عن وفاة الشاب يعني أو يعني تحسرا على مقتل هذا الشاب هو القضية يجب أن لا تكون سياسية أنا أفهمت أنك أدنت المقتل أكيد يعني في بداية الكلام لا أست أمني وسياسي لأنه لدينا حرص على الأجهز الأمني في المرحلة المصلي التي يمر بها لبنان لديك بكل وضوح طيب لديك مآخذ أستاذ وديع على ما قاله أستاذ زكريا ويبدو أستاذ زكريا صراحة يعني أنه واثق مما يقول يعني بينما ما تقول أنت أولا لننتفق نحن لا نتكلم عن حادثة نحن نتكلم عن جريمة الأستاذ زكر أنه فيه عنون يجرم التعذيب ما حصل جريمة تعذيب القضاء يحدد المسؤوليات مختلفنا أنا لا أتكهن يعني إذا قتل إذا قتل من رجل أمن أثناء عملية التحقيق هو بالضرورة تعذيب لا الأدلة يعني الفيديو اللي شفناه صور شخص المتوفي ضحي صور الضحية واضح أنه فيه تعذيب يعني زور الضحية شخص ما نمات في الصدفة يعني اليوم هو كان في عهدة كوالأمن وأصلا أمن الدولة ولمفوض المحكمة العسكرية ما نفوق قضية التعذيب نقطة تانية يعني ما فينا نشكر الأجهزة الأمنية لأحترام القانون القانون 65 كتير واضح أنه عندما يكون هناك تهمة تعذيب اشتباه بتعذيب يجب أن يجري تحقيق من قبل جهة أمنية مختلفة عن الجهة المتهمة بالتعذيب وهذا اللي صار النقطة نقطة إضافية نحن مطلبنا هو تطبيق المادة 15 اللي هي بتخلي أنه هذا التحقيق يكون تحت القضاء العدلي ليس القضاء العسكري لأن القضاء العسكري بالآخر الفرق أنه بالقضاء العسكري لا يمكن لأهل الضحية وحاليا مع بعض الزملاء مع بعض الأفريقاء مع بعض المحامين هناك محامي تعين للضحية أهل الضحية لا يمكن أن يرافع عمال المحكمة العسكرية المحكمة العسكرية ما في حق الدفاع والمحكمة العسكرية عندما تحاكم عسكريين هناك إشكالية يعني نحن نطلب أن يعود هذا الملف إلى القضاء العدلي بدي وضح نقطة كثير أساسية لا يوجد أي لا يوجد أي استهداف سياسي أنا بكل خطابنا وبكل بياناتنا عم نكون واضحين الإشكالية التعذيب هي إشكالية مشتركة على كل الأجهزة الأمنية اللبنانية وكلنا نعرف أنه كل جهاز أمني لبناني عنده غضاء سياسي مختلف فإذا ما في تسييص للموضوع نحن نريد حماية القانون والدستور نريد من الأجهزة الأمنية أن تحترم القانون لا أن تكون خارج القانون هل جنسية واضحة شكرا أشكرك هل جنسية الشاب أدت إلى تفجر الموضوع بشكل أكبر أدت إلى انتشاره بشكل أكبر وطرح تساؤلات أخرى لكون صريح لكون صريح أنا لا أعتقد أنا أعتقد أن جنسية الشاب الضحية بشار يمكن هي أدت إلى استسهال بعض العناصر على تعذيبه بسبب الخطاب اليوم اللي هو ضاغط الذي يحمل اللاجئين السوريين زورا ويعني تزوير للحقائق يحملهم مسؤولية انهيار الوضع اللبناني الكائن الاقتصادي أو الأمني هذا أكيد هذا الخطاب العنصري أثر على الموضوع نحن ما يكون بعملنا كجمعية حقوق إنسان بغض النظر عن الجنسية نحن ما نوعنا به وانتهاك الحقوق لا أكثر ولا أقل أستاذ زكريا ذكر لك أستاذ وديع وقل لك بأنه تم تثبيت التعذيب التعذيب لم ينكر هذه العملية وقعت الآن عماذا تدافع هنا تدافع عن أنه وليس سياسي أم أنت تؤكد أيضا بأن التعذيب وقع والحادثة وقعت فعلا ويلام فيها رجال الأمن بغض النظر عن ما هي طبيعة الحادثة التي وقعت أنا أفصل أفصل بكل وضوح عملية التعذيب عن عملية سحب اعترافات لأني فصلت لك بكل وضوح إنه الاعترافات التي قدمها والتي أدت إلى اكتشاف خلية إرهابية حصلت في بيروت ولم تحصل في بنت جبال أنا عم وضح لك هذه النقطة ولذلك يعد الموضوع في عداد يعني الحادث الذي حصل مع أي موقوف يمكن يكون موقوف بزنزانة بمخفر معين قد يحصل معه حادث معين مع الجهة التي توقفه وقد يحصل الأمر ويؤدي إلى اشتباك معين يؤدي إلى توقف قلبه أنا بشكل واضح أنا لا أدافع عن أي شخص يمس أي موقوف لو حتى على أي جريم كانت بس ولكن هذه حادث وارد يعني أنت تعلم بأنه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات حصلت عملية يعني خلال عملية التوقيف في الشارع حصلت عملية قضل يعني أمام الكاميرات وهذا حادث هذا واضح يعني أنه عندما قتل الشاب في أمام الناس وأمام المارة هذه حادث يحصل ولكن أنا أفصل كليا عمل ما يتم تدوله عن سحب اعترافات تحت التهديد مما أدى إلى المقتل وعطيتك الدليل وهذا الأمر لاحقا سيتضح من تحقيقات المفوض الحكومي يعني أنا وضعه بشكل واضح أستنكر ما حصل في بنت جبال ولكن لا يجب ربطه يعني اليوم ممكن خلال مشاجرة بالشارع بين شخصين أن يتوقف قلب الآخر وأن تحصل الوفاة التعذيب حاصل ولكن الاعترافات قدمة في بيروت وأمن الدولي لديه وضع كل ما لديه لدى الجهاز المختص من أجل أن تكون التحقيقات شفافة وليس بمني لأحد هذا واجب كل شخص مسؤول أن يقوم بهذا يعني في اتفاق بينكم أن التعذيب حاصل يعني ربما وصلنا إلى نقطة معينة بالنهاية وقد لا تبدو المقرنة منهجية بينما حصل بالولايات المتحدة وهناك المقارنة بعيدة كل البعد الحادث قد يكون متشابه ردة الفعل كانت على مستوى الولايات المتحدة لم نشاهد أي شخص يتواجد في الشارع اللبناني في ردة فعل على مقتل حياة إنسان القضية كانت حياة الإنسان وليس قضية بسبب سياسي أو تعذيب أو غير تعذيب وارتبطت بعد ذلك بقوانين ربما الشرطة وغيرها المقارنة غير منهجية مع تقديري لك لتطرح فيها أستاذ زكريا شكرا لك أعذرني الوقت انتهى زكريا حمودان مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والأحصاء ودع الأسمر شكرا لك رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان شكرا جزيلا